يا هلو فيكم مشاهدينا مرة ثانية اليوم سنقوم بوصفات هلا كثيرا بتحبها وهم شيء أننا اليوم ما نتكلم مقادير يعني ما هي فقرة طبخ نبغى فقرة نتذكر ذكريات حلوة فعشان كذا هم اختاروا هذه ويقولوا ليش اختاروها وأكيد فيه منها القصة واليوم كان لنا أجواء طب شف بالمطبخ بين الفاصل الفاصل كان هم بديلكم بالمطبخ في شيء عشر أشخاص بس هي الفكرة يمكن دائما بكل الحلقات بنحكي عن وصفات جديدة مجالة بنشارك بتقنيات مختلفة أو بنكهات بس دائما القصص اللي بتجي ورا هاي الوصفات أو الذكريات الحلوة اللي بتجي معاها أنا أتوقع هي اللي بتعطيكي هذا الطعام خلينا نشوف شف نحن نقدر نبدأ نطبخ ونحن بنطبخ نقول ليش اخترتوا هذه الوصفة وليش تذكركم بهلا اوكي سو أنا اخترت أعمل تيراميسو هلا أنا قد بعرف كتير منيح شاف هلا بتحب كتير إيطاليا وهيك وبنفس الوقت بتحب كتير الاثنتيك الاربي كويس وجربت أعمل إذا بدك يعني بس دقوا لي من الان بي سي أنه نعيد ميلاد شاف هلا وكذا وكذا ويك أنا شو بدي أعمل يعني عن جد اكذاكي شو بدي أعمل بعرف أنه عنداش هلا إذا بدك بقالت بدي أعمل شي كون ميكس بين إيطاليا وإذا بدك العالم العربي سو أنا قايت أعمل تيراميسو بعجينة العسمالية وتزايد أول مرة إذا بدك بعبلا سو مش هناك نقاية تيراميسو ممتاز ما حتى تحتاج فرن صح لأنه مو شغال أعمل شغل 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 طيب وشف سلام لا أنا غير أنا أعطيكي مقلعي صح بالمبدأ أو كنتر صغيرة يعني بالنسبة لي لي هلا أول إشي بنتي وجارتي وحبيبتي وبعرفها من أنا صغيرة وهي صغيرة هلا أعرفين من هي صغيرة كانت شغيلة؟ لا كانت كثير مقدبة الله تخيل إنها جدا شغيل كانت من هي صغيرة كانت ماتشور وهيك ولذيذة من هي صغيرة؟ اه صبيه لذيذة كانت تحب تطبخ وقتها ولا صحبت أكل يمكن كنت تحب أكل أكيد لا كانت تحب الأكل مظبوط وإمها كثير شاطرة بايدون أيونا أنا عارفة حبيبتي رنديس على صباحك فبالتالي وهلا كل ما أطبخ كثير بتواصل أنا وياها مش عشان سوشال ميديا أبدا لا أنا كثير بحبها حقيقة فبنتواصل ومنحكي دايما مع بعض أو هيك ومنقرقر فبقول ياي شو طيبة وهيك فمن كتر ما دايما بتعلق لي على البامية فأقولت أكيد هلا بتحب البامية أيو أكيد يعني فصرت أبعت لها فشو تكون ردة الفعل تبعتها يا الله كأني عم باكل عند ماما يعني كأنه باكل أكل كثير طيب كله حب كله حنان فكل ما بطبخ تنجرة بامية بتذكرها اليوم يعني اليوم عنجاق فاليوم حدوء البامية طيب نبدأ يمكن شف سلام دايما بتوصلنا أكل الأمهات وهذا الشي اللي ممكن بدي أحكي عنه لما شخص بينجح بمطعم فيه أكل أمهات هي مو يعني الأم دايما بتطبخ ببيتها بس التعب اللي تعبتيه لتوصلي لهذا الكونسبت أو لتعاملي هذا المشروع اللي هو قدرتي فعلا توصلي لقمة أكل الأم لكل حدا مو قادر يطبخها مو قادر يوصل لأمه قادر فيها لا أنا وصلت يعني أكتر من الأكلة الحميمية صح اللي إحنا بالغربة كلنا بنشتعلها ما تفكروا أني أنا صرت بقريب الستين أني ما بحن لأ كلنا من حن أنت ستين سلام بعد سنة بصير ستين خمسة واربعين أوه خمسة واربعين خمسة واربعين فكان كل هدفي وأولادي تغربوا عني كمان حسيت الأحساس سهل مش سهل فكان الهدف لنعمل إشي في حميمية في لقمة أم وفي أم عم تستنى هالشباب طب يلا اليوم في سارة بتستنى هذا الشيء يا حبيبة قلبي أنت في قلبي يا سارة سأخذ ذلك سأخذ ذلك سأخذ زيت درة وزيت زيتون نأخذ سر تعالي هلا سأخذ سر اليوم شاهدك أنا واني دائما نتفرج عليك يا سلام شوفتي حسن كيف حاجة شاهد عارفوا يمكن هالسنة وصلنا لمحال حلو كتير بتحليل وصلت له خلينا نقول عادما السنتين الماضين كانوا صعبيا يمكن مرت علينا كتير تحديات أو ظروف يمكن كأسيا كورونا كورونا كمان بس المكان لوصلنا له هون لما صرنا نقدر أشخاص معينين صاروا بالنسبة لنا خط أحمر يعني ما حدا بيقدر يبعد بيننا وبينهم ما حدا بيقدر يخلي أي شعور سلبي معهم أتوقع هاي أحلى هدية يمكن قدرنا نوصلها في عشرين واثنين وعشرين وفي ناس طلعنا ونزلنا معاهم في ناس صارت يمكن بيننا وبينهم حساسية بس منقول أنه لما بتعرفي الجواب الصح بتعرفي أنك خلاص بتحبيه للأبد صح صح اليوم هلأ عندها مشاعر حلس مع أشياء فأنا أعظم أن أجب لك ماء بس أنا ماردي بيانو مايكل بس يارا اليوم نفسك على مشابه لا هي دائما تأتي أكثر بس أنا بحس أن الكورونا علمتنا كثير قصة صح علمتنا نقدر الناس اللي نحبهم ومين اللي حقيقي ومين اللي صح بس مثلا عشان مصالح أو علاقات ومين فعلا تحسيهم أنهم عيلة أو أهل أكيد ليش أنت اختيارك صحيح رح أعترف بشي كمان يعني قصة تانية على جنب أنا ممكن بأي وقت تكون كثير جعاني ومام لحق أعمل شي مثلا للا أنا دائما بحكي معه سلام بقل له أنو أنتي بليز أمور جمشتي هذه الأكلية يعني تتخلقت وصارت بالبيت ونفس الشيء مع شاف جون بقول له تعرف ما مشتركك على سفرة أكل لبناني بيقل لي تكرم عيونك لا لا بتزبط فعلا لما بتكوني تموني على أشخاص أو عندك هاي المحبة اللي بدون فلترة يعني سعب وقت بتقولي خاص ما بدي أطلب ما حب أطلب حدا يخجلني بس أنا معكم انتو الان تنين بقول ما في فلترة أبدا أبدا لا في فلترة اعترف لنا بشي عمرك سويت مثلاً وصفة لشاف هلا وما عجبتها؟ ولا قلت لك أنه يعني؟ شوفي سارة لخبرك سر هو ما حدا بيعرف بسراحة ويمكن هلا لحتفاجة على خبر هذا السر أنا اليوم أنا أول مرة بحضر عيد ميلاد شاف هلا يعني أول مرة أزابيك شارك بعيد ميلاد شاف هلا يعني بشو يا هلا ليه؟ ليش معزبت؟ لا أكيد ما سوا بس نحن أول ما خلصنا طوب شاف وهيكي أنا وهلا معروفين نحن كثير أصحاب وهلا نزلت لعندي لما فتحت مطعم بلبنان وهيكي وبركت لي وبأول عيد ميلاد كان عيد ميلاد شاف هلا ومن بعد هذا كله كان المفروض أنا أطلع على دوباي من لبنان وأحضر عيد ميلاد شاف هلا وما صدت كذا؟ والساقة بت الظروف أنه ما قادرت أطلع شارك بعيد ميلاد شاف هلا لأنا كان زعلت بك من هذا اليوم ما شاركت بعيد ميلاد شاف هلا ومن بعد خمس سنين أول مرة أنا بجد أوه أوه طب الحمد لله أطلع ما تشكلتك سامحيني لا هو حتى لو صار معنا ظروف الشخص الثاني إذا كان بعزك رح يقدر هذا الوضع أكيد يعني مش رح يخسبها عليك نقطة صحيح بس هي هيك بتضله إذا بدك حلق بالقلب شوي حبيبي بس هياتك هل تحط الفسج وهذا البيض مية بالميسو أنا عم باول التيراميسو أنا عم باول التيراميسو شو رح أعمله هيك بطريقة شوي تويست يعني يجول التيراميسو ما بنستعمل فيها باستاشو ما بنستعمل فيها عجينة عسمالية صحيح اللي حعمله هلا لححمر عجينة العسمالية بالفرن ومن بعد ما حمرها بالفرن لحعمله الميكس بين البيستاشو والجبنة والكفو وهيك اللي حتى نعملها كثيراً يطلع إذا بدك هذا التويست بين الطعم الإيطالي اللي هو شاف هالا فايبرت بارت وهو بين الطعم نكهات العربية نكهات العربية هيدا أول مرة وعملها هيدا ريوساتسو لا أنا عجبتني صراحة بنبدأ نحنا دايما أنا وشاف جان حتى عملنا كذا مشروع أنه منعمل ومنطلع بوصفات مع بعض ودايما كان لنا النقاشات أنه تخصصه أكثر النكهات اللبنانية اللي بحب التويست بالعربي صح وأنا مثلاً أكثر للميديترينيين أو الغربي أكثر فكانت تطلع معانا المنيو متكاملة يعني يكملوا بعض الوصفات مكسات جديدة يعني بالضبط مكسات جديدة وبتقنيات أكيد لأنه هو يعني شاف هالا إذا بدك عنده هذا التايست الانترناشنال أكثر مني أنا إذا بدك كانت الداركشن طبعي كثير مخصص بالأكت العربي إذا بدك نشتغل أنا أو هالا مع بعض نقدر إذا بدك نسيب إجزاكت لي شو نحنا بنا نعمل ولا مرة صار تبعت لي شيل هاي مرح شيل هاي مرح شيل أبداً 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 بس دحت البامي بلا شط أيو أيوة المحات لضعنا دقيقة دخليننا نشاهدة كده إيش كيف يحدق واكيد نرجع بعده نكمل ثقان لنا لباصله السألينا على الباصله متأера serيه حبيبة قلبي أنا أ Wright سأل سؤال كمان السر بالابًئة هي اللحم �تعمليه يعطي نصيحة للناس اللي حضرونه لانيدوقوا الباصله أفضلاً يتهي أهم يا بالبالب تكون لحمة غنام وأنا بحبها بلاعظم فيه ناس بتحب معاها عظم بس حاولوا ما يتكون العظم كتير كبيرة وعشان تطلع كل شقفة بامية مع شقفة لحمة ففضلها بدون عظيم دروا يتكون غنام دروا يتكون بندورة طازة فرش مغلية هذا كتير مهم التومة تكون محبوخة الكوزبرة تكون بيرفك لا هي زايدة ولا ناقصة وما نكتر لها كتير ابهارات نستمتع بطعمة البامية الله حسنا تتفلق كده أصلا خلوا الموضوع سمتع عشان تحسوا بالطعمة عشان تحسوا بطعمة البامية أنت حطيتي زيت زيتون وزيت نباتي وشوية سمنة معلقة صغيرة سمنة لأنها هاي لحمة تندرلون فما فيها فاش فبتعتيها شوية وحطيت شرحات تغم وأرن فلفل حر الأرن الفلفل حر أنا بحطه بكل وصفاتي حتى بيعطي نكاها حلوة طب إحنا هنرجع بعد شوية شف سلام وشف جون وشف هلا شف هلا أنت عيش حياتك ارتاحي طلب طلق القهوة لحين جاية